موسيقى السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته أيها الأخوة الكرام طبتم وطاب مجلسكم وتبوأتم من الجنة منزلة طبعا حديثنا اليوم حديث مهم لكل من ابتلي بالسحر أو كل من عنده حب اطلاع على عالم المورائيات أو عالم الجن أو عالم الشياطين طبعا ستسمعون كلاما لم تسمعوا من قبل لأن اليوم في برنامج الاعتدال بين التشدد والانحلال التشدد والانحلال فمنهجي هو منهج الوسطية وهو منهج الأديان كلها الوسطية في العقائد فنحن نقر ونعترف أن الله سبحانه وتعالى واحد لا شريك له وهذا الاعتراف وهذه العقيدة وسطية بين إنكار وجود الإله وهو الإلحاد وتعدد الآلهة فهناك أناس يعددون الآلهة وهناك أناس ينكرون وجود الإله فنحن مذهبنا في العقيدة مذهب وسط نقر بأنه لا إله إلا إلا الله أيضا في الأخلاق أخلاقنا وسط بين متطرفين اثنين فمثلا خلق الشجاعة نحن نتصف بالشجاعة وهذه الشجاعة خلق كريم بين خلقين ذميمين خلق الجبن وخلق التهور فكلاهما تطرف ونحن نتصف بالوسطية التي هي الشجاعة خلق الكرم الكرم هو صفة حميدة وسط بين خلقين البخل والإسراف أيضا هنا في هذا اللقاء الطيب المبارك سوف أطرع عليكم الوسطية في الرقية الشرعية عندما دخلت هذا العالم وعالم الرقية الشرعية بعد تسعة عشر سنة من العمل في الدعوة الإسلامية ودخلت هذا المجال وذلك بعد مدرسة ابتلاء دامت علي ثلاث سنوات دخلت هذا المجال فوجدت أن المتطرفين هم الذين يخرجون إلى الهواء وهم الذين يتكلمون أمام الناس من هم هؤلاء المتطرفون الذين نسمع كلامهم ونجدهم على الشاشات وعلى وسائل التواصل أو الخراب الاجتماعي نسبة 95% هم سحرة ومشعوذون ويودون الخرافات وما إلى ذلك وهم يسخرون الجن لكن عن طريق أمور شركية ومحرمة وأنا عندما أنظر إلى وسائل التواصل الاجتماعي وقد دخلت على عدة أشخاص من هؤلاء وعندما طلبت منهم أن أتكلم وأن أناظرهم فإذا بهم يهربون لا يريدون أن يناظروا ويظهروا جهلهم أمام من يتابعهم ولذلك أقول للناس جميعا إياك أن تذهب إلى رجل ليس عنده علم بأحكام الشريعة الإسلامية ليس عنده إجازة دارس في معاهد شرعية ومجاز من كليات شرعية ومن مساجد شرعية معترف بها دوليا وعالميا إياك أن تذهب إلى شخص لا يعرف أن يقرأ كتاب الله عز وجل أنا لا أريد أن أظهر هذه الأمور أو هؤلاء الأشخاص حتى لا أشهرهم ولكن هناك فيديوهات كثيرة موجودة معي والله لا يعرف أن يقرأ آية واحدة من كتاب الله عز وجل والناس تتبعهم بالآلاف بل بالملايين عندهم متابعات على وسائل التواصل الاجتماعي يا أيها الإخوة هؤلاء يضرون الله سبحانه وتعالى أخبرنا في كتابه قال ويتعلمون ما يضرهم ولا ينفعهم فالساحر يتعلم كله ضرر أيضا وجد فئة ثانية وهم غلات الصوفية وغلات السلفية وهؤلاء أيضا يذهب الشخص المبتلى إلى أحدهم سنة سنتين ثلاث سنوات أربع سنوات ثمانية عشر سنة يذهب إلى هؤلاء يقرؤون عليه القرآن فقط من دون الأخذ بالأسباب والنتيجة النتيجة لا شيء يبقى السحر كما هو ويبقى المس الشيطاني كما هو قبل أن أتي إلى هذه الحلقة على هذه القناة الطيبة اتصلت بفتاة من إربيل العراق وقالت بالحرف الواحد أنا كفرت بالقرآن أنا كفرت بشيء اسمه الإسلام لما يا أختا؟ قالت كل المشايخ يقولون لي اقرأي سورة البقرة فإنه يفك سحرا وأنا من ثمانية عشر سنة إلى اليوم طلقت من زوجي الأول وها أنا اليوم في مشاكل كبيرة مع زوجي الثاني وأولادي كلهم مرضى عيونهم حمراء ومصفرة وحياتهم كلها معطلة ينبري أحده ما يقول هذه من الأمراض النفسية وسوف أذكر بعض العلماء الذين تكلمتوا معهم هذه من أمراض نفسية وليس يقرون بأن هناك سحر أو غير ذلك من أمور الجن وغير ذلك وهؤلاء يقرؤون القرآن ثم يقولون اقرأي سورة البقرة وسورة البقرة تكفي وهؤلاء للأسف أقول هم جهال في شريعة الله عز وجل جهال في شريعة الله لما إذا قلت لواحد منكم أيها الإخوة أيها السادة يقول عليه الصلاة والسلام من لزم الاستغفار جعل الله له من كل هم فرج ومن كل ضيق مخرج ورزقه من حيث لا يحتسب فسمع هذا الشخص هذا الكلام وذهب إلى بيته وجلس في بيته أخذ العداد أو المسبحة واستغفر الله في كل يوم سبعين ألف مرة ما الذي يحدث والله سوف يموت من الجوع ولن يرزقه الله سبحانه وتعالى لما؟ لأن كل هذه الأحاديث وكل هذه الآيات مبنية على الأخذ بالأسباب أنت ينبغي أن تأخذ بالأسباب أولا ثم تستغفر الله سبحانه وتعالى حتى يستر لك الخير أما أن لا تأخذ بالأسباب ولا تسعى في الرزق ثم تأتي لتستغفر الله عز وجل أو تقرأ القرآن وتنتظر حتى السماء تمطر عليك ذهبا وفضة هذا جهل في الدين وهذا تواكل ليس توكل على الله عز وجل كذلك الذين يقولون سورة البقرة تفك سحرا فهؤلاء جهال في الشريعة الإسلامية ويكذبون على الله وعلى رسوله يفترون على الدين الكذب وقد وصل الناس من وراء هؤلاء إلى الإلحاد وإلى الكفر بالدين وإلى الكفر بالقرآن الكريم لذلك أيها الإخوة الكرام من يتكلم لا بد أن يتكلم بعلم إياكم أن تتكلموا بجهل فقد وصل كثير من الناس إلى الكفر بالقرآن والكفر بالإسلام نعم أيضا وجدت أناسا وهم علماء لكنهم لا يقرون بتأثير الجن في حياة الإنسان وتأثير الشيطان في حياة الإنسان وقد تواصلت مع علماء كبار أجل لا نحترمهم تواصلت معهم وقلت يا أيها العلماء الكرام أنتم الذين تتكلمون بهذا الكلام هذا الكلام هو رأي المعتزلة وليس رأي أهل السنة والجماعة وأنا أقول لهم هم لم يقبلوا أن يأتوا إلى المناظرة أنا دعوتهم إلى المناظرة وللأسف عندما أرى على وسائل التواصل الاجتماعي المناظرات إنما هي بين المتطرفين جاهل بالشريعة الإسلامية من غلات الصوفية أو غلات السلفية والذي لا يعرف قواعد الإسلام ولا قواعد فقهية يقرأ آية من كتاب الله عز وجل ولا يعرف أنهم من نص واحد لا يمكن أن يأخذ حكم فقهي يقرأ آية من كتاب الله عز وجل ثم يبني عليه أحكاما يقرأ حديث ثم يبني عليه أحكاما وهذا جهل في الدين جهل في الدين لأنه من نص واحد لا يأخذ حكم حكم فقهي والطرف الآخر يأتون برجل آخر من السحرة والمشعوذين وتبدأ بينهم المناظرة ثم الناس تستمع إليهم ثم الناس أيها الإخوة تستمع إلى هؤلاء ويقولون أن هذا يمثل الدين وهذا يمثل الدين وتبدو بينهم المشاجرة والناس ينظرون إليهم فلا هذا على حق ولا هذا على حق إنما برنامجنا هو الوسطية الوسطية في الشريعة الإسلامية لذلك عندما أقرأ عن علماء يقولون أنه ليس للشيطان السلطان على ابن آدم وليس له أن يدخل إلى جسم ابن آدم وقد ذكرت في حلقة في هذا المقام وفي مناظرة مع شيخ من خريجي الأزهر ذكرت أقوال شيخ الإسلامي من تيمية وأقوال كثيرة من أهل التفسير وأهل الحديث وقد ذكرت أيضا في كتابي إغاثة الحيران من إحكام الجان ذكرت كثير من الأدلة التي تثبت أن الشيطان له سلطان على ابن آدم وسوف أعلم أنه سوف ينبري شخص الآن يسمعني يقول هذا الشيخ لا يتكلم بحق لأن الله سبحانه وتعالى قال في كتابه وما كان لي عليكم من سلطان إلا أن دعوتكم فاستجبتم لي إن عبادي ليس لك عليهم سلطان هذه آية آيتين أكمل الآية إن عبادي ليس لك عليهم سلطان إلا هناك استثناء ما لك تقف ولا تكمل الآية وما نسبة الذين بعد إلا نسبتهم تسعة مئة وتسعة وتسعون بالألف وهؤلاء هم بعث النار الذي الحديث الذي أخبرنا به عليه الصلاة والسلام عندما يقول الله لآدم يا آدم أخرج بعث النار وما بعث النار يا رب من كل ألف تسعمائة وتسعة وتسعون إلى النار وواحد إلى الجنة هؤلاء الذين اتبعوا الشيطان نسبتهم تسعمائة وتسعة وتسعون بالألف وواحد الذين لم يتبعوا الشيطان لذلك هؤلاء العلماء الذين عندما يقرؤون كتاب الله عز وجل وأقول في تسخير الجن وقد أفتيت وأيها الإخوة أسمعوا كل العالم وكل العلماء في مشارق الأرض ومغاربها من الساعة إلى قيام الساعة أسمعوهم هذا الكلام أن تسخير الجن واجب في سبيل العلاج تسخير الجن واجب ومن قال حرام فليأتي يجلس مقابلي لأناظره ولأبين أنه يخالف قول الله عز وجل بحثت طبعا في بعض العلماء في زماننا هل هناك من العلماء من قال مثل ما تقول أيها الشيخ أنت نعم من هو الشيخ ابن عثيمين رحمه الله هل قال هذه الفتوى نعم علق على فتوى لشيخ الإسلام ابن تيمية وقد ذكر ذلك فلنستمع وإياكم إلى ما قاله الشيخ ابن عثيمين شرحا لفتوى شيخ الإسلام ابن تيمية فلنستمع استخدام الإنس للجن له ثلاث حلاث تارت يستخدمونه في طاعة الله تارت يستخدمون الجن في طاعة الله عز وجل مثل أن يكون نائبا عنه في تبليغ الشرح يكون هذا له صاحب من الجن مؤمن يأخذ العلم عنه ويتلقى منه وهذا شيء ثبت أن الجن قد يتعلمون من الإنس في استخدمه في تبليغ الشرح لنظرائه من الجن نعم أو في المعونة على أمور مطلوبة شرعا يقول فهذا لا بأس بيه بل إنه قد يكون أمرا محمودا ومطلوبا وهو من الدعوة في الله عز وجل ثانيا أن يستخدم الجن في أمور مباحة في أمور مباحة مثل أن نبضغ منهم نعم أيها الإخوة الكرام قد سمعنا الشيخ ابن عثيمي رحمه الله معلقا على فتوى شيخ الإسلام ابن تيمية قد قسم التعامل أو تسخير الجن إلى ثلاثة أقسام وأنا قلت في حلقة سابقة أن تسخير الجن يندرج تحت الأحكام الخمسة فقد يكون واجبا وقد يكون مندوبا وقد يكون مباحا وقد يكون مكروها وقد يكون حراما وشركا لذلك يقول هل عندك من دليل من كتاب الله عز وجل سمعت قال نحن لا نسمع لا لشيخ الإسلام ولا للشيخ ابن عثيمين ولا لغيره نحن نريد كتاب الله عز وجل ممن يتبعون المذهب السلفي أو الفكر السلفي يقول نحن نتبع كتاب الله عز وجل هل عندك من دليل على تسخير الجن نعم عندي من دليل ما لك تنفعل هكذا عندي أدلة من كتاب الله عز وجل على جواز تسخير الجن وأن من قال أن تسخير الجن حرام فهو مرتكب لإثم ومكذب للشريعة ومكذب لكلام الله عز وجل ماذا قال الله عز وجل؟ اسمع بقلبك اسمع بقلبك أغمض عينيك واسمع بقلبك إلى ما يقوله الله عز وجل في سورة لقمان أعوذ بالله من الشيطان الرجيم ألم تروا أن الله سخر لكم ما في السماوات وما في الأرض وأسبغ عليكم نعمه ظاهرة وباطنة ومن الناس من يجادل في الله بغير علم ولا هدى ولا كتاب منير على ذلك نعم اسمع إلى ما يقوله الله عز وجل في سورة الجاثية وسخر لكم ما في السماوات وما في الأرض جميعا منه إن في ذلك لآيات لقوم يتفكرون الجن أين موجودون؟ في السماوات والأرض أم خارج السماوات والأرض؟ من الذي سخر لنا؟ معشر بني آدم ما في السماوات وما في الأرض؟ الله والجن من بينهم الجن ضمن السماوات وضمن الأرض فالله سبحانه وتعالى سخر لنا كل شيء كل شيء مسخر لخدمة ابن آدم لكن للأسف أقولها وبصراحة أنتم معاشر العلماء لم تسخروا إلا ألسنتكم تركتم تسخير كل الكون لا صناعة ولا فلك ولا طب ولا أي شيء إنما سخرتم ألسنتكم وملأتم الدنيا كلها كلاما كلاما لا طائل منه لذلك أخبرنا عليه الصلاة والسلام أن هذه الأمة كثير لكنكم غثاء كغثاء السيل ليس لكم قيمة لما؟ لأنكم لم تسخروا ما سخر الله سبحانه وتعالى لكم لم تسخروا إلا ألسنتكم لم تفعلوا شيئا في هذه الحياة الدنيا لم تضيفوا إلى هذه الدنيا شيء أبدا تركتم هذه الدنيا لأقوام فهموا مراد الله سبحانه وتعالى في خلقه وسخروا كل شيء لخدمتهم وخدمة غيرهم فأعزهم الله سبحانه وتعالى وأذلنا نحن المسلمين في مشارق الأرض ومغاربها نحن كمسلمين لا قيمة لنا لما؟ لأننا لم نسخر إلا ألسنتنا فاللسان سخرناه وطوله ألاف الكيلومترات بل ملايين الكيلومترات لم نستخر إلا هذه الألسن ولذلك لا أتعجب من حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم عندما قال أول من تسعر به النار عالم وفي رواية قارئ للقرآن لما؟ لأنهم لم يفهموا مراد الله عز وجل ضللوا الناس وأساءوا للناس ولم يراعوا أحوال الناس الرجل الذي لا يعاشر الناس ولا يعرف همومهم وأحزانهم لا يجوز له أن يخرج إلى قناة فضائية فيفتي للناس أنت تفتي في واد تنقلنا إلى عهد الصحابة والتابعين وعهد رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم أجمعين وتنسى أننا نعيش في زماننا اليوم ليس كزمانهم حدثنا ماذا نفعل نحن أذب إلى خطب الجمعة وإلى علماء لا أسمع منهم يتكلمون إنما يتشاجرون فيما بينهم ليثبتوا أنفسهم ولذلك حزنت كثيرا جدا عندما تواصلت مع كبار العلماء وقلت لهم يا شيخنا أريد أن أتباحث معكم هذا الموضوع فإني أسمع كلامكم على القنوات الفضائية وتؤيدون كلام المعتزلة وتدعون كلام أهل السنة والجماعة في هذا الموضوع في هذا الموضوع فرفض وقال لا يوجد شيء اسمه السحر وانتهى السحر من بعثة النبي صلى الله عليه وسلم طيب يا شيخنا تفضل أنت واثق من معلوماتك تفضل إلي على أي قناة فضائية وأثبت خطأ أو خطأ ما وصلت إليه فقال لي جعل المسألة شخصية فيما بيني وبينه وأنا لا أذكر إسماء لأن هذا منهج النبوة ما باله أقوام فقال هل أنت تعلمت شيئا لم نعلمه نحن فقلت لا إنما أنقل أقوال الإمام النووي والإمام ابن حجر العسقلاني والقاضي عياض والأئمة الكرام الذين مهما بدلت من جهد لن تصل إلى واحد بالمليون من ما وصلوا إليه أنقل كلامهم لست أنا من أقول أنا بحثت ووجدت كتبا كثيرة وأقوال كثيرة تؤيد ما أقول نعم لذلك نسمع بعض الإخوة الكرام طيب تسخير الجن حلال بل واجب طيب ما الذي أدراك أن هذا مسلم أم غير مسلم قلت لكم أنا لا يهمني أهو كان مسلما أم غير مسلم أنا يهمني الفعل هل هناك من العلماء من قال ذلك؟ نعم من هو؟ إنه الشيخ أحمد المغيلي حفظه الله شيخ أحمد المغيلي ذكر ذلك أنه لا يوجد فرق بين أن تتعامل مع مسلم أم غير مسلم والتعامل مع الإنس كالتعامل كالتعامل مع الجن فلنستمع إلى ما قاله الشيخ أحمد المغيلي حفظه الله والتعامل مع الجن ولا معالها لمهمت واش المانع فيه؟ من من تتعامل مع الملاحدة اليابان؟ مجوث والصين مجوث من تتعامل معهم ولا من تتعامل؟ لا حرام والجن كذلك الحكام لا تتعلق بالدوات تتعلق بالأفعال إذا كان مسلم ولا كافر يمرك بشي محرم هذا حرام أما مسلم ولا كافر يمرك بشي محرم نعم أيها الإخوة الكرام أنا أتعامل لو كان جارك مسلم يأمرك أن تشرب خمرا أو أن تزني هل تتعامل معه لأنه مسلم؟ لا لو كان جارك غير مسلم بوذي أو أي ديانة أخرى أو يعبد الأصنام أو الشمس أو القمر ويأمرك ببرل الولدين وصلة الرحم والإنفاق على الفقير واليتيم وكذا ألا تتعامل معه لأنه غير مسلم؟ ما هذه العقلية؟ هل كان عليه الصلاة والسلام هكذا يتعامل مع جاره اليهودي؟ من أين أتيتم بهذا الكلام؟ إنه مخالف للإسلام أيها الإخوة أيضا بعض الإخوة ينكرون التزاوج بين الإنس والجن وقد سمعت من شيخ منتسب إلى جامعة إسلامية مشهورة لا أريد أنا أن أقلل من قدر هذه الجامعة أذكر اسمها لكن ينتسب إلى مؤسسة كبيرة ينكر على الهواء مباشرة التزاوج بين الإنس والجن قلت سبحان الله كيف ينكر ذلك؟ أما قرأ كتاب الله عز وجل؟ أما قرأ أقوال السلف الصالح والعلماء والأدلة من كتاب الله عز وجل؟ ما له؟ من أين يأتون بهذه الأحكام؟ سمعوا هذا الكلام؟ ووالله لم يبدلوا جهدا في أن يتأكدوا من هذه المعلومات ولذلك كل هذه المعلومات موجودة في كتاب إغافة الحيران من أحكام الجان من الذي تكلم بهذا الكلام؟ وسمعت منه في زماننا إنه الشيخ عطي الصقر فلنستمع وننهي هذه الحلقة إن شاء الله رب العالمين نترك هذا الأمر لأنه انتهى الوقت طبعا صحبت بكم وهذه الحلقة أتمنى منكم أن تصل إلى كل العلماء ومن أراد أن يناظر فليتفضل على هذه الطاولة دمتم برعاية الله وحده اشتركوا في القناة